خمسمائة وواحد وعشرون يوماً من الحرب الروسية على أوكرانيا جديدها دفعة مكثفة من الهجوم الأوكراني المضاد عنوانها محاولة قوات كييف التمركز على بحر أزوف في اتجاهين أساسيين بهدف واحد فصل الجسر البري بين غرب روسيا وشبه جزيرة القرم التي تحتلها موسكو وبذلك تتبعثل نقاط السيطرة الروسية غرباً وشرقاً استعادة قرية ستارو مايورسك من القبدة الروسية في معركة طويلة وصعبة عززت مكاسب قوات كييف التي تقدمت خطوة إضافية في مسيرتها نحو البحر رغم عدم اختراقها الخطوط الدفاعية الرئيسية لروسيا بعد ومن ستارو مايورسك يمكن التوجه جنوباً نحو ماريوبل للتموضوع على بحر أزوف التوجه الأوكراني الثاني هو الزحف العسكري من بلدة أوريخيف التي كثفت كييف هجومها العسكرية عليها للوصول إلى مدينة بيرديانسك التي تقع على بحر أزوف تحت السيطرة الروسية وبعيداً عن بحر أزوف تشكل باخموت محوراً ثالثاً حيث تحقق قوات كييف تقدماً بطيئاً في هدفها للوصول إلى مدينة لوجانسك بعد تحرير ما تبقى من باخموت وبهذه المحاور الأساسية تأمل أوكرانيا في قلب موازين القوى وتحويل الحرب لصالحها لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات